اشتركوا في القناة نحاولك ونشوف السنة القضيتية كيف كانت غنية بالأعمال كيف كنت مطلوبة بالأعمال عدة وكيف نورت صورة لبنان بالبلاد مختلفة في البداية خبرناه كيف قطعت السنة عليك أول شيء أنا مبسوطة كثيراً وجاءت طلعت مرة تانية معك وعم بحكي عن جديدة من خلالك بوصل للعالم بقدر وصل للعالم شوهو صار فيه جديد من بعد مستطب مادر أفزا وورد كنية جيرماني طلعت جاءت على الأردن صار في عنا تكريم نحنا 2016 وعلى 2017 2016 صار المستطب مادر أفزا وورد تكريم صارو عملولي بالأردن بالعراق بفرنسا بكل البلاد بالعالم لأنه هي وورد وايد نعم وصار في تكريم وجاءت كمان نداعت على مثليدي يونيبرس كمان شارك فيها كمان كانت الوحيدة اللبنانية العربية حرم من 42 مشتركة حصلت على وصيفة أولى مبروك ألف مبروك على الأقب شكرا هذه صارت في بلغاريا بسوفيا هذه حالة 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 كريستين بتذكر كتير منيح سألتك ليه بتفكري بلأب مسليبان قلتي لنهاردة أنه أنا طموحي كتير أكتر من هيك وفعلا لها بكود مموري وفعلا أثبت عن هالجدارة وعن هاللقب اللي حصلت عليه خبرنا شوية خصوصي آخر تلتشهور كنت هيك برات لبنان وخبرنا به تلتشهور شو هن أبرز الأعمال اللي إمت فيها وبأي بلاد كنت وشو كنت عم بتمثلي لبنان ببلاد الغربية أول شي رحت عباري كان عنا فاشن شو بباري أو فاشن ويك اللي بيصير كل سنة وبعدها رحت على بلغاريا كنت شركت بالفاشن ويك كم تلتشهور كم تلتشهور كم تلتشهور كم تلتشهور كم تلتشهور بعدها رحت على بلغاريا في صوفيا كان عندي عتم زان القناة واجبت ثم تعامل زأك فاشن برحار الورد في فيينا. فيينا في فورتوغال. أنا عم ضيعة. عملت رحلة طويلة. كريستين، اليوم أنت ما عملت اختصاص بعالم الموضة؟ مزبور. اختصاصي كان بأي مجال؟ اختصاصي أنا كان بالجامعة حسب ما قلت لك. بس أنا عم بتوسع أكتر بمجال الموضة. وإن شاء الله بعدين أجمع شيء بين التعالي والتنين. قدي اليوم هالفاشن شو اللي حضرت اليوم. وإذا بديك كل شيء بالموضة اللي شركت فيه. قدي ضيف لقليك بزوئك بالموضة. واليوم أنا إذا بدي أسألي كريستين هيك وين بتميل ع أي ستيل من الفاشن اليوم. شو بيكون جوابك؟ أكيد أكيد من كل ما ترح بديك تاخدي شيء يجز بك لقليك. حسب كمان أنت ستيل كيف تضيفيه عليهم. أنا أكتر مثل بتقولي هيك بيعجبني بالموضة هو الإيطاليان. إيطاليان استيل عندهم أشياء سيمبل على هيك بيبين. أنت ولي بستي. يعني يونيك بيسيز زبادين. يونيك. أصلاً الثلين هنا حلوين وتيابن حلوين. وتيابن حلوين وكل شيء. وملادهم حلوي كمانا. كانت سافرتك بإيطاليا لمدد الدواء. تقريباً شي جامعة. لحقت التبرمي وتشوفي الأثارات. لحقت أبرم. كنت بيميل عنهم. نعم. حقت أبرم على الأثارات وهيك. وعلى السوق. الشابين. كريستين اليوم بدنا نعدد هيك. مع أي مصاممين أزياء صرت عاملة فاشن شوز. مع أي مصاممين أزياء عاملة فاشن شوز. وهو مثل هون بلبنان. نعم. بلبنان كمانا فيك. أنا نفتخر فيهم المصاممين الأزياء بلبنان. لأنه هن عالمية. يعني مثل قلي صعب صار عالميا. يعني بتنبستي بس تروح على باري. بتلاقي أنه في ستور بقسم قلي صعب حدا لبناني. أعرفتي. عبد محفوز. زهرة مراد. كل هولي. يعني هولي صعب لك الفرصة كمانا تشتغلي معهم. وتكوني على البوديوم. لابسي الدراسيز الحليوين تبعهم. دراسيز. بالإضافة للفاشن شو اللي عم بتقومي فيهون. واللي كل فترة عم تضطر تسافري كمانا لتكوني موجودة على الستيج ببلاد الغربة. مزمون. شو غير أعمال إمت فيها كمانا؟ عملت هلا دعاية لبناني ببنان. هيدا بلبنان هولي. طلعت بعد ولا بعد؟ بعد ما طلعت لأنه هيدا خبر لقلكن. مزمون. وكمانا عندي ميسي جراند بفيتنام هتصير. هي ميسي جراند. نعم. هيدا من أقوى المسابقات بالعالم بتصير. يعني فيها 82 صبية هتكون مشتركة. وهنا الكريتيريا عم نحكي عن جمال ومودلينج. طول جسم جمال. يعني إن شاء الله تبدع فيها كمان مرة. إن شاء الله بالإنتربيو التالية. تكون معاك لقب جديد كمانا. مساء الله. لأنه تعودنا عليك بكل كمبتشن وبكل مسابقة بتبيض الوجه وبتطلعي. طبعا. يا ميس يا من الأول كمانا. بشأنك. كريستين شفناك لكي على عدد كتير كبير من اليوتيوب، فيديوز وعلى التيفييات بفيديو كلبات لفنانين كتير. أمممممممممم. أممممممم. أممممممممممممممممممممممم. ومممممممممممممممممممم. تشاركي بالفيديوكيب؟ السريل بدي خبرك شيء أنه يمكن أكتر موضل بلبنان مسورة كليبات هي أنا هو طالب هيكي يعني إذا بعدلك هيه ما بيخلصوا رح نعدون هلا بس البعض ما تخبرينه تجربة الكليبات كتير حلوة أنه فيها تمثيل بس أنت وساكتي أنه أعم تعبري عن أشياء بس أنت وساكتي بدون ما تحكي عرفتي فهذا الشي كمان بده أفور لتعمليه وهذا الشي الحمد لله أنه طالما عم صور كذا كليب يعني عم بنجح فيه الخيار بيكون لأليك ولا للفنان هو اللي بنقيك ولا كيف بيصير الخيار للموضل؟ حسب التام شو اللي طالبينه عرفتي أنه مثلا حسب الكليب شو فكرته بيطلبوا الموضل على أساسه وأنا بيقلولي إياه بيقولي إياه نكعة طول بالنهاية القرار اللي قالك إذا أنت بتوافق أو لا فيه يوم حدا بساعدك بالأعمال كلها اللي عم تختاريها؟ لا أكيد فيه أختي هي بتدلع بتدلع يعني كالي مديرة أعمالك أختك اليوم نعم لا واحدة مبله ما بتقدر تلحق من وجهلة تحيئة أكيد بين لبنان وبين برية وبدي ضلني أنا مثل أنا باللبنان ما بدي شيل متى بيقولوا تشيل أجريك من لبنان يعني هيدا بلدك هيدا بلدك بديك تدلك أنت عاطي يعني هيدا كله اللي عم بعمله برية مشى اللبنان حالو يعني اليوم أنت عم بتنسق بين الأعمال اللي عندي كيها باللبنان والأعمال بالخارج وهي مع أنه الأعمال بالخارج عم بتكون يمكن أكتر من أعمالك باللبنان بس مثل ما ذكرتي الهدف هو لتمثلة صورة وطنيك بالخارج وباللبنان كريستين كنت عم بسألك عن خياراتك للفيديو كليب بيد وقلت لي أنه هيدا أنت الخيار اللي بتنقيه ومن كل عمل عم بتقومي فيه شو عم بضيف لأليك يعني كل فيديو كليب بتخلصي شو عم بضيف لكريستين كل فيديو كليب عم بخلص عم بحس مثل أنه لما أنت تتطلعي مثلا الشغل بيخد نهارين ثلاثة نهار هو الكليب مثلا مدته شي خمسة دقاية تتطلع أنه التعب واللي عملتي أنه بيستحق يطلع ماهو اخر شي بهذه الصورة على اللي عم تشوفيها الناشحة أنه شي عملت أنت شي نجحتي كليب عرفتي شوي يعني كمال التركيز بيكون على الفنين وعالمودل سو أدا أنت هم التكلين عليك وقدا بتحسي مثل أنه فخر أنه درتت ناشحة يحيك عمال تجربة التمثيل ممكن تخضيها قريبا أو تقدم لك عمل معين لا تمثلي أجليني كذا عروضات التمثيل بس أنا بعد ما كتير عم بركز بالتمثيل لأنه متى ما بتعرفي سيريل أنه بديك تضلك شوي بلبنان بياخد وقت التمثيل يعني بديك تقدم مثلا شي شهر شهر ونوص أنا كنت شوي هالفترة مضغوطة فيها برات لبني فعشان هيك ما كتير قدرت أخذ أعمال التمثيل يعني إن الله الراد يمكن من بعد الكمبيتشن أي متى ها المسابقة الذكرتية؟ هادي بأكتاب بس من هلا تحضيرات مش طبيعية فيها يعني من هلا إلى أكتوبر أنت صعبة تكون عم تفوت بمشروع تمثيل بس يمكن من بعد إذا وقتك رجع سمح لك ما تقول لأ أنا تجرب التمثيل أكيد إن شاء الله يعني هيك بيكون شرف إلنا هيك نشوفك بشي مسلسل خلينا نعدد الفيديو كليبيت المثلت فيهم وبذلك نكون عم نشكر الفنانين اللي سهمت معهم كمان بالعمل وبنشكرهم على الفن اللي عم بيعطونا أيه مجدد أول شي عم جد بتشكرهم لكلهم نعم كل فنان كانت تجربتي معه أحسن من الثاني يعني ما تسألين أي كليب أحسن شيء ما بقدر إليك لأنه كل كليب كل كليب حسيت بشية يعني كل كليب مبسوطة مع الفنان اللي كان موجود فيه أول كليب مع زياد بورجير غنية اسم أحتريتك حلو كتير نعم تاني كليب مع ردا أنت الأحلى بتكونوا لتسين غاز هجارية مية بالمية نعم تالت كليب مع غادي والرابع كليب مع محمد أندرون فيه مع قازم الساهر حدوين ايه انشانا ما ننسى حتى انشانا ما ننسى حتى مع قازم الساهر فيه كامينا محمود أنوال نعم هو الفنان عراقي قديم بس انو له اسمه بالفن نعم بجهله تحيب من نور جديد من نور جديد أكيد نعم نعم هناك غيرهم بعد كريستينة هناك غيرهم بعد هناك غيرهم بعد هناك المكتر مسعبة عليك أنا ايه المكتر مام يعني نحنا أكيد هون منتشك هناك فنان إمان كامينام أكيد نحنا هون انت بتشكري جميع الفنانين اشتغلت معهم أكيد وكان قلي شعرف كتير اشتغل مام نعم 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 كريستينة عم بفتشوا اليوم على المادل اللي هي صامرة طويلة فيها الطابع الشرقي شو هنى كريتيريا اليوم التوق مادل اللي انت عم تقولي اليوم بصرت مطلوبة بعدد كتير كبير من الفيديو كليب بيت وعم بتكون موجودة على كمين عدد أكبر من الفيديو تعفي شو عم بيطلبوا المادل اللي لم يبين علي الشي شو ما عملوها شو ما قدروا يعملوا عليها تطلع تعطيهم اللوك اللي طالبينه كيف يعني يعني مثلا إذا بتحسي مثلا بكلب بيت عم بحكي أنا مثلا بكلب زياد برجي بكلب غير ستيل رفتي مثلا هون هن قدروا يعطون ستيل غجري مشيت مام بالغجري قدروا يعطون ستيل بنت هيك ريئة نشيت مام يعني هيدا المطلوب أنو وين ما يحطوك تقدر تعطي الصورة اللي عاطينك إياها يعني هون عم تظهر أنت من الكاركتر تبعي كمكين أو ستيل تبعي إجبار تظهري من الكاركتر تبعي لك والستيل لحتى تعطي الصورة متل ما هن طالبينا نعم بين التمثيل النقراد والتمثيل اللي نعم عملت أنا دجاء موفي بس هيك مثل مثل كانت ضيفة تشرف معهن نزل بالسيناء بس ما بعتبره كثير أنوء مثل ما صالت أي موفي؟ كان الوسام صاليبا نعم دونك بين التمثيل بالموفي والتمثيل بالفيديو كليبيت والعرض الموضل على الموضلين يعني بالفاشن شوز كريستين وين رح تلاقي حالك نقلرات بالمستقبل وحتى الدعايات كمان كما ذكرتك يعني اليوم أنت بتقشعي سنة لقدام مشوارك هو هيدا هو زيته أم تحب تخصصي حالي بمجال معي؟ السيري اللي بتاعفي أنه الواحد أكيد بحب دائما يتطور ودائما ما يلاقي حاله يعني كل هالشغل يعني كل هالشغل يعمله يلاقي نتيجة من بعضه أكيد هذا بفضل الله وبيفضل المجهود كان إذا انت دليت قاعدة وما تعمل شيء ما حي تتغير شيء بحياتي بس كما أنت عم ترك دائما يمكن الأمر تصل لأشياء أنت ما كانت متوقعتها بس لأنك عم تسعي وبدك تسعي لتوصلي مئة بالمئة مئة بالمئة فعشان هيك الواحد أوكي بحط بلان لحاله بس أمرار أمرار لأنك أنت عم ترك دائما تشتغلي وقالله عم بيكون حديك بيطلع لك إشياء أكثر ما أنت تكون متوقعتها وهم بزيد الطموحك حالو، أنا بتمنى لك أكيد كل الخير لأنت استاهلك كل الخير شكرا حبيبا ومثما عم تذكري، يعني اليوم أنت عم تسعي وتتعب لتوصلي بس بالآخر عم بتخلي مشيئة ربنا يمكن وهو يسيسر لك حياتي مش قاعدة عم بتخططي، كل فرصة بتجيك أكيد يمكن ما بتروحيها من إيديك اللي أنت بتلاقي حالك فيها كريستين ترجع شوي على عائلتيك وعدي شجعوك اليوم أدي أهلك فخرين فيك وأدي هني عم يوقفوا حديك بكل هالتعب اللي عم تقطع فيه يعني أنا أكيد اليوم سفرت 3 شهور يعني عم نحكي عن آخر 3 شهور مش هنحكي عن القطع من قبل واليوم سفرك اليوم، أعمال يمكن بتبلشي نهارك مدرقية الساعة بكير قواتي يمكن ما بتنامي بالليل لأنك عم بتصوري أدي اليوم أهلك عم بيكونوا هيك فخورين فيك ودعم وصفورتي في لي أهلي عن جد أنا بشكر الله أنه الله يخلي الأهل الجميع أو هيك بس بشكر الله أنه عندي هيك أهل يعني أمرار مثلا فيك أنت تروح من باريه دغري على إيطاليا أنا أجي باريه لبنان قاعد نهار وأطلع أجع إيطاليا لحتى شوفهم لأهلي وسلم عليهم يعني عندك هالشوء المشتئة هل قد مشتئتين؟ لقد أخذ منهم قوة حالو حرفتك؟ لأنه هني اللي حسيتم موقفين حد بكل لحظة بحياتي حالو قدام مع الضغط الشغل عم تقدري تعطي وقت لحياتك الخاصة؟ قد ما فيك بدك تضلك تلاقي وقت بس بالنهاية بتصير حياتك الخاصة هي حيات شغلك يعني بفهم إنك اليوم ما عنديك حيات خاصة إلا مركزي وقت كله عالشغل عالشغل 2% قدت تهتم بالسبار وقدت تهتم بالتغذية هل في حدا بتابعيك بنمط الغذاء تبعيك تتكوني محافظة عهل جسم وعهل رشيقة العديكية حسنا قبي بذلك قبي بذلك أنا في شغلي بطبيعتي أنا ما بيكل أشياء تنصح يعني يعني أنت عطول من تبهى عطول من تبهى على الأكل اللي بيكله يعني أشياء فيهم أسيد أشياء فيهم خبز أشياء هول أنا ما بيكلهم يعني دائما هديك مرة قد ما بينسأل هالسؤال عم بنتبهى على الأكل بتطلع أنه ما في شيء بيكله يكون بنصح يعني ما بتفوت الفات الفاست فود الفاست فود الفاست فود أبدا 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 كريستين كيف تقدرت أنت تمشي بهيدا النمط؟ يعني كيف تاليوم بتطلع بشوف أنه نمط حياتك مع كل الضغط اللي عم بتعيشين اشتغلت على حالك أخدت القرار؟ تربيت على هالطريقة؟ مهيمن لما تحس حالك أنه أنت حياتك هي شوي متعلقة بالجسم كيف يكون بل كثير تنتبه بدون ما تحس نعم لأنه أنت من مثلا من موديلينك من ورا أنا عم باوا فاشن شو هكي لازم يكون جسمي محافظة عليه هون أنت بدون ما تحس بتصوري خلص محافظة على أكلك لأنه هيدا هي حياتك هيدا هو شغلك نعم وقدت تعمل سبور؟ ولا ما في وقت كامل؟ سبور أكيد أجباري لازم ساعة بالنهار كل يوم نعم إن كان ماشا، إن كان رأس، إن كان سباحا ضروري ضروري رح نشوف كم صورة رح يقطع علينا خبرنا شوى عنه نكريستين هيدا شوى كانت بالشتوية فول كنت طايرة فوق وينك؟ أنا دايماً صوري بتلاقينا قاعدة فوق الشجة فوق السيارة ليك هم هيدا شوى؟ دايما بحب يكون الصور غير فيهم أكشن فيهم أكشن وفيهم غير العادة نعم يعني تطلع مثل الصورة هون بالليدي يونيبرس أوه مبروح هون عم بيسلمون التاج والهيضا أنت اللبس الفستان الجرين جيدا شكرا شكرا حتى كرام كير حلو هون كانت فرسان رعب ومن لبنان يعني مع أنك مضوية بقى المرية الكريستين ها بيناتنا حبيبي شكرا شكرا لا كانت مفاجأة حلو بالليدي يونيبرس هون سبرينج هوا كمين تيابي وستيلي وميقعبي وهيكا هيدا كمينة هون فال كمينة 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 الستيل طبع لتيابي أنا اللبنان هيدا هلا هوا لصور جديد هوا لصور جديد هوا لصور جديد نعم 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 هلا من هديك جمعة صار هيدا الفوتو ساشن هلو كتير هكنا عبي منطقة كلها خضار وهيكا لأنه حلو تفاجئ أشياء جديدة قد يأخذ وقت التصوير يعني تقضي نهار عم تصوره نقضي نهار بين شعر وميك أب وتصوير وأفكار أنا مثل التياب وهيكا أنا ابنائيون وحسب كمين اللوكيشن أنا بشوف اللوكيشن قبل لأعرف شو اللتياب اللي بل بقولها اليوم المرأة خصوص المرأة اللبنانية تتحافظ على جمالة وتتكون مرتاحة مع زيتا يعني شفنا أدا أنت اليوم ممنونة لخلقة ربنا وأدا أنت بتشكري ربنا على العطية اللي عطيك إياها بس إذا اليوم المرأة هيك بدا تكون مرتاحة أكتر مع زيتا شو بتعطيها السر لأنت حملتي أكيد الحمد لله على كل شيء على كل شيء بقلا للمرأة أنه قبل شكل من بره شكل الجوة داخل طبعا يعني هي تكون مرتاحة مع حالة مرتاحة مع نفسها هون بتعكس على على مظهرات على وجهات كريستين كيف أنت اشتغلت لتكون مرتاحة مع زيتك؟ يوم بسألك أسئلة شوية تعفي شو أهم الشي تكوني صحة أهم الشي تكوني رادية مع نفسك ومتقربة عندك إيمان عندك إيمان وتتمنى الخير للجميع وتكون شو ما شفت مثلا رادية رادية ممنونة على مية بالمية حلو كتير يعني كريستين اليوم أنت بتقلينا أنه الإنسان يقشى على الأشياء الحلوة بالحياة يكون مبتاح مع زيته لأنه ليس مثلا اللي صارت هيدا الشي ينزعج وهو كان بده يسير غير شيء يقشى على الخير يمكن بالإشياء يمكن صار هيدا الشي لحتى تنتقل من مرحلة أحسن دايما يكون مبوزيتف بحياته وأنه ما صار شي لأنه هيدا الشي يمكن يضرني عرفتك دايما يكون مبوزيتف حتى لو ما صار اللي بده يهي الإنسان يعني متل ما قلت بالنهاية يكون مسلم ما شئته لربنا لأنه بالنهاية يمكن بيعرف كل خطوة اللي عم تقوم فيها هي أكيد لخيرك وهي رح تكون لهدف لإليك مية بالمية كريستين نحنا دهمنا الوقت لنأسف عجل ما حسيت سبيل عندنا ما كنت شرع فيني خواهي يعني بعض ما تريشة تخبرين عليها رح أتركلك الكلمة الأخيرة لأقلك شو ما بديك تخبرينه؟ عنديك أعمال جديدة؟ عنديك نصيحة تعطيها؟ عنديك أمني بتتمنية؟ تفضلي أنا مبسوطة كتير أنه جات اجتمعت فيه كماراتين وفي الجهور اللي عم بيحضرنا وبدأ قلهم دايما يكون يكون عندهم سلام مع حالهم ومع غيرهم حتى يكون عندهم أشياء جديدة يعملوها بالحياة هيدا السلام بيقدم بيتطوروا بحياتهم بيعملوا أشياء اللي بيتمنوها وبيساعدهم ما يفقدوا هالطموح ما يفقدوا أبدا هالطموح اللي عندهم كريستين حوري أنا بيقولك أول شي مبروك على كل الألقاب السرطي حاصلة عليها اليوم وإن شاء الله تحصلي ألقاب جديدة إن شاء الله وتمثل الابنين بالعالي بعد أكتر إن شاء الله إنا نوصل على ختم حلقتنا على أمل تكونوا استمتعتوا بفقراتنا فيكم ترجعوا تحضروا الإعادة الليلة الساعة 12 وإذا تحبوا ترجعوا كمانا تتابعونا على اليوتيوب تشانيل نور الشريق أوفيشل وأنا بحب إلكون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر